اشتركوا في القناة خطة دراسية راح تساعدك كطالب توجيهي كطالب 2008 انك تبلش انك تخطو الخطوة الاولى راح تساعدك بانك تخلص التأسيس معظمكم اصلا مخلصينه وراح تساعدك تختم الوحدة الاولى من منهاج اللغة الانجليزية في اقل من 20 يوم طبعا بمعدل دراسة من ساعة الى ساعة ونص يوميا حسب الموضوع راح اوضح لك هذا الكلام كله ان شاء الله تعالى والعشرين يوم هدول مش ضروري انهم يكونوا متواصلات ممكن مثلا يوم الجمعة تاخد لك استراحة يوم مثلا مرضو طفيلة سمح الله يوم مثلا زه قامل شابالك تدرس عادي المهم انه التوتل يكون 20 يوم التوتل عبارة عن 20 مهمة بدك تنجزهم متى تنجزهم متى تنجزهم متى برجع للك لكن انا راح اطل لك موعيد مقترحة متى تبلش متى تدرس يعني بحيث انه نلتزم بالخطة مع بعض كلها نسوي نفس المهمة بنفس اليوم يعني كنوع من التعاون ونشجع بعض تمام متى تاخد استراحة وما الى ذلك كل هذا راح اوضح لك ايا ان شاء الله تعالى المهم انه ما راح يخلص شهر سبعة الا انت خاتم الوحدة الاولى هذا اهم شيء لانه في شهر ثمنية بدنا نكتم الوحدة الثانية يعني بيبلش الفصل الدراسة وانت خاتم وحدتين من اصل خمسة من منهاج اللغة الانجليزية الجديد الف نعمة شكور انت هيك وضع اكليز يعني شو بدك احسن من انك تدخل على الفصل الدراسة تدخل ع المدرسة وانت occurdy خاتم اصعب واطول وحدتين من منهاج اللغة الانجليزية الجديد بتكون أصلاً درس لك وحدة وحدتين منهاج اللغة العربية بصفي عندك مادتين لحفظ اللي هم التاريخ والدين إن شاء الله بسيطات ومش راح يغلبوه فمرحلة التوجيه اللي كانت بعضه وإشي بيخوف الآن أصبحت مرحلة حلوة خفيفة لطيفة بتمر بسرعة ولا قدام تتذكرها وتتذكر ذكرياتها الجميلة طيب طبعاً هذا الحكي لللي بلتزم بالخطة حرفياً دير بالك فكون من الناس اللي راح تلتزم وين يا أستاذ الخطة الدراسية اللي راح تساعدني أختم الوحدة الأولى الخطة اللي أكلت راسنا فيها هيها موجودة صفحة أربعة من دوسية الوحدة الأولى طيب يا أستاذ وين هي الدوسية بلقيها الدوسية مش معينة أول مرة بحضر لك الدوسية سعرها أربع لارات موجودة في كل المكتبات يعني الوحدة الأولى أربع لارات الكتاب فيه خمس وحدات خمسة ضغط أربعة عشرين دينار لو قلنا ألف طالف هي عشرين ألف طبعا أستاذي بنمزح معك هذا مش أسلوبنا إحنا بالآخر هدفنا أنه نخفف على الطلاب ونسهل عليهم مش نصاعب عليهم ونزيدهم هم فوق الهم اللي هم فيه طلاب 2008 مرحلة جديدة مرحلة حساسة نظام توجيه جديد ومناهج جديدة يعني هم أصلا مهمومين ومشتتين وحالتهم حالة يعني تطلع عليهم والله مساكين مش عابلين إيش يعملوا فنيجي إحنا فوق الهم اللي هم فيه نيجي كمان نزيدهم هم لا هذا مش أسلوبي دوسية الوحدة الأولى لذلك قررتني أوزحها مجانا لجميع طلاب وطالبات المملكة سواء طلابي اللي على البطاقة أو طلابي اللي مش على البطاقة الدوسية أصلا أريد وزعتها والحمد لله وصلت لألاف الطلاب والحمد لله رب العالمين يعني تعبنا مراحل فاضي والفيدباك على الدوسية كان رائع جدا يعني الكل مدح في دوسية The Challenge الأستاذ ياض أصلا وبتنظيمها وبأسلوبها الرائع في تقديم المعلومة وهذا الإشي راح تشوفه بذات نفسه كل بساطة تبعتلي على الواتساب 0790179757 الرقم تظهر أمامك في الصورة قل لي أستاذ أنا طالب 2008 والدوسية مش معي ببعتلك نسخة PDF مجانية ممكنك أنك تفتحها على جهازك أو تطبحها من أقرب مكتب عليك اللي برايحك سعر الطباعة يعني ما راح يكلفك دينار إلا إذا حبيت طبعا أنك تعمل الغلاف ملون وحركات وتدلع حالك سعيدة راح تطلع لقرارة وربع عادي دلع نفسك يعني ربع لقرارة مش خسارة يجعل لحد أحوش طيب الآن أستاذي بكفي حديث عن الدوسية ونبلش حديث عن الخطة تبعتنا ركز معي كثير كويس طيب أستاذ صلي على النبي وركز معي كثير كويس هاي الخطة موجودة أمامك زي ما اتفقنا الخطة راح تساعدك تختم التأسيس والوحدة الأولى هي أقل من 20 يوم هي عبارة عن 20 مهمة دراسية بدك تنجزهم تمام ركز معي كل مهمة متى تنجزها بأي يوم بأي تاريخ الآن في عندك أول وثاني يوم من الخطة إلهم دخل بس بالتأسيس للطلاب اللي ما حضروش التأسيس الطلاب اللي حضروا التأسيس بيعملوا سكيب للمرحلة هاي بيبلشوا معنا باليوم الثالث فالطلاب اللي ما حضروا التأسيس طلاب الإجداد كل بساطة بأول يوم اللي هو أنا بفضل أنك تبلش اليوم صراحة يعني بتاريخ 4-7 رح يكون عندك أول درسين من التأسيس بدك تحضرهم وتلخصهم على الدفتر ضروري التلخيص لأنه بيساعدك تحضر طيب وين بلاقي يا أستاذ أول درسين من التأسيس؟ موجودات على اليوتيوب مجانا مش على البطاطا اكتب على اليوتيوب تأسيس 2008 أستاذ ياذ أصلا بطلع لك خمس دروس أول درسين بدك تحضرهم في اليوم الأول وتلخصهم طبعا في عندك أيضا أول درسين هم عبارة عن 9 صفحات من دوسية التأسيس مش الدوسية هاي يعني دوسية لحال بعتلي عن نفس الرقم على الواتساب كل اللي بدي دوسية التأسيس بأعطيك إياه الآن في اليوم الثاني بعده بيوم 5-7 اللي بيجي يوم جمعة أنت مطالب بأنك تحضر 3 دروس من التأسيس 3 دروس ركز معي كثير كويس أيضا موجودات على اليوتيوب ودخصهم على الدفتر ثم من صفحة 10 إلى صفحة 16 من دوسية التأسيس يعني صفحاتهم أقل من أول درسين صحيح أنهم ثلاثة دروس بس مواضيعهم يتلطف شوي أنت الآن خلص موضوع التأسيس أصلا معظم طلابي الحمد لله يعني حضروا التأسيس ويعني الحمد لله رب العالمين التأسيس تبعنا ووصل لآلاف الطلاب افتح اليوتيوب وكتب التأسيس سياد أصلا وشوف الآن خلصنا التأسيس اليوم الثالث رح تكون انطلاقتنا مع بعض يوم السبت بتاريخ 6 سبعة سجل عندك هذه الموعيدة المهمة واحفظها هون إحنا خلص رح نبدأ مع بعض في دراسة المنهج ركز معي أول مهمة مطلوبة منك في المنهج بأنك تحفظ المتلازمات collocations طيب شو يعني متلازمات؟ قبل ما أفهمك شو يعني متلازمات لازم تفهم أنا الدوسية تبعتي كيف مرتب لك إياها يعني ليش الدوسية أصلا عجبة الطلاب كثير والكل بيحكي عن تنظيمها ورتابتها شوف أنا كيف أمقدم لك المعلومات في هذه الدوسية أولا أنا الدوسية مجزئ لك إياها لثلاث أقسام القسم الأول باللون الأورنج يعني لما تفتح الدوسية تحت بتلاقي باللون الأورنج المفردات مفردات ومصطلحات الوحدة الأولى بالكامل حاططت لك إياهم بأول قسم من صفحة 5 لصفحة 11 عندك collocations اللي هم المتلازمات هاي أول مهمة أصلا معنا عندك vocabulary اللي هم المفردات عندك phrasal verbs اللي هم الأفعال المركبة idioms التعبير الإصطلاحية synonyms والإش expressing emotions هدول كل مفردات وكل تعابير الوحدة الأولى خلصتهم احفظتهم أمورك تمام زاد نخزونك اللغوي صار عندك مفردات صار عندك كلمات أنت الآن جاهز بإنك تدخل على القسم الثاني اللي هو قسم القطع قطع الوحدة الأولى من صفحة 13 لصفحة 28 في عندك ست قطع مطلوبة منك في الوحدة الأولى الوحدة الأولى معلش نبعرف أنها طويلة الوحدات الثانية إن شاء الله أسهل منها طيب الآن أنت جوا هدول القطع لما تجي تدرسهم راح تتفاجأ أنك فاهم ليش؟ لأنه معظم المفردات والكلمات الموجودة في القطع أنت أصلا دراستهم فوق عشانك أنا بحب هذا الترتيب صراحة بعد ما تخلص القطع بتروح على القسم الثالث والأخير من الدسية تبعتنا باللون الأزرق من صفحة 30 لصفحة 45 بتلاقي كل قواعد الوحدة الأولى في عندك أول شيء أزمنة الوحدة الأولى present simple past simple والشغلات اللي أنت أصلا عارفها من زمان وعندك قاعدتينك حلوات اسمهم question tags و eco questions هذو القواعد الوحدة الأولى ما تخاف أنا بعرف إنهم كثار بس إن شاء الله يعني موضوعهم بسيط طيب فأنت الآن فهمت أنا الدسية كيف مرتب لك إياها وكيف إنه كل قسم معطي لون محدد شوف أنا قديش مساحل عليك شوف الرتابة والتنظيم يعني ما في تشتيت بالمرة لون الأورنج يعرف إنك تدرس مفردات تيجي على اللون الأخضر يعرف إنك دخلت القسم الثاني قاعدت تدرس قطع تيجي على اللون الأزرق يعرف إنك الآن خلصت قطع ودخلت على القواعد فأنا صراحة بحب هذا الأسلوب في تنظيم الدسية الآن إحنا حكينا إنه في اليوم الثالث اللي خلصنا نبلش منهج خلصنا التأسيس قلنا إنه أنت مطالب بحفظ المتلازمات اللي هم عبارة عن كلمات يعني دائما بيجوا مع بعض الآن هاي الشغلة يمكن ما تأخذ معك ساعة يعني أول مهمات إن شاء الله بسيطات غير عن القطع القطع شوية رح تأخذ أكثر بس هدول مفردات كل مهمة رح تأخذ معك ساعة تخيل أنت بس تخصص ساعة من يومك بعد عشرين يوم تلاقي حالك خلصت التأسيس وخلصت الوحدة الأولى من المنهج اللي أصعب وأطول وحدة فأستاذي التزم بالخطة إن شاء الله ما بتندم وين موجودات المتلازمات؟ موجودات صفحة خمسة من هاي الدسية يعني لو تنزل على صفحة خمسة بتلاقي المتلازمات أمامك هاي هم مفردات مستوعات الأولى المتلازمات زي ما أنت شايف طبعا دسية مرتبة وملونة جايب لك إنه المتلازمات هم موجودات في كتاب الطالب وأي صفحة موجودات جايب لك كل متلازمة كل كليكيشن كلمات اللي بيجوا مع بعض معناهم بالعربي ومثال من الكتاب مش من مثال من الكتاب عشان إذا أجاك السؤال من الكتاب تعرف التجاوض طيب بعد ما تخلص بتلاقي هنا فيه تمرين حتطلق تمرين من الكتاب تمرين من الأستاذ كله واضح أمامك في الدسية وكله مرتب ومنظم مثلا هذا التمرين من الكتاب هاي التمرين أنا عارف إنه التمرين هذا أنا مش حتطلق في الدسية حل إله ما فيه هون إجابات نموذجية ليش؟ أولا طلاب البطاقة ما عندهم مشكلة لأنه أصلا أنتوا راح تحضروا لدروسها على البطاقة مش لحالكم يعني أنا يوم السبت في تاريخ 6-7 لما نيجي أنا أقول لك أنت مطالب أنك تحفظ المتلازمات أصلا تفتح البطاقة تلاقيني منزل لك درس المتلازمات يعني هاي الخطة إلي كمان مش بس إلكم يعني أنا راح أنزل لدروس بهاي المواعيد على البطاقة فهمت علي؟ فطلاب البطاقة أمورهم تمام أصلا بفتحوا بلاقوني أنا بحل هذا التمرين بحطوا الحل عندهم عدوسية وامورهم لوس في الطلاب المشهرين البطاقة أنا والله راح حاول قدر الإمكان إني ما أقصر معكم اللي بقدر أسويه معكم كالآتي أنا بابعت لك على الواتساب شو المهمة اللي أنت مطالب أنك تسويها مثلا 6-7 قلنا أنت لازم تحفظ المتلازمات صح؟ طيب فتحت على المتلازمات الدسية موجودة معك مجانا احفظت المتلازمات الآن تيجي على التمرين بتلاقي أنه ما في إجابات نموذجية طيب شو أعمل يا أستاذ؟ أنا بابعت لك الإجابات النموذجية على مجموعة الواتساب أو بابعت لي على الخاص يقول لي أستاذ أنا هيني حليت صلح لي والله معيوني سنتين ما رح يمر 24 ساعة إلا وأنا راد عن رسالة تبعتك ومصلح لك ومفرجيك من أخطأ إن شاء الله ما رح أقصر معكم طيب الآن خلصنا أول مهمة من المنهاج الجديد حكي نحفظنا المتلازمات اللي هم طيب شو بعدين يا أستاذ؟ في اليوم الرابع في تاريخ 7-7 بيجي يوم أحد صح؟ أنت مطالب بأنك تحفظ المفردات والأفعال المركبة الأفعال المركبة اللي بيجي فعل مع حرف جر زي مثلا take in put off زي هيك المهم هدول أفعال المركبة مهمات جدا نازم تحفظهم موجودات صفحة 6 وصفحة 7 من هاي الدوسية تيجي على اليوم الخامس بتاريخ 8-7 اللي هو بيجي يوم الثنين بتحفظ التعابير الإصطلاحية الإديم صعبان عن جدول واحد سهل والله ما بأخذ معك ساعة من نص ساعة لساعة طبعا موجودات صفحة 8 وصفحة 9 من كتاب الطالب ومش بس هيك بتحل أسئلتهم كلهم يعني مش بس أن أحفظ وحاول أنك تحل أسئلة كمان في اليوم السادس بتاريخ 9-7 اللي هو بيجي يوم بطلطة جامع بيجي يوم ثلاثة هؤلون المهم بتحفظ المترادفات المترادفات اللي هم الكلمات اللي بيشبهوا بعض في المعنى فموجودات طبعا صفحة 10 وصفحة 11 من هاي الدوسية في اليوم السابع بتاريخ 10-7 اللي هو بيجي يوم أربعة بتحفظ التعبير عن العواطف هدول مجموعة من العبارات تستخدمهم لما تيجي تعبر عن مشاعرك عن عواطفة موجودات طبعا صفحة 11 وصفحة 13 من 11 ل 13 عفوا من هاي الدوسية في اليوم الثامن بتاريخ 11-7 اللي هو بيكون طبعا يوم خميس انت بتدرس قطعة هون خلصا خلصنا المفردات يعني من 6-7 ل 10-7 مفردات الان بدنا ندخل بالقطع من هون لهون قطع طيب ركز معي حكينا في اليوم الثامن 11-7 اللي هو بيجي يوم خميس انت بتبليش بالقطع عندك بتدرس قطعة تطور الرسائل عبر التاريخ messaging through time اول قطعة في المنهج طبعا موجودة من صفحة 13 ل 15 من هاي الدوسية خليني افرجيك انا كيف بقدم لك القطعة كيف بشرح لك القطعة هون طبعا مدام اللون الورنج يعني شوف سهل الدوسية مرتبة مدام اللون الورنج يعرف انك انت قادلاند في قسم المفردات بتخلص زي هيك تدخل على اللون الاخضر هايو تعرف انك انت خلص دخلت الان بالقسم الثاني اللي هو القطع اول قطع حكينا اسمها messaging through time تطور الرسائل عبر التاريخ قطعة موجودة صفحة 4 من كتاب الطالب شوف انا كيف بقدم لك القطعة اولا كل فقرة لحارم جزئ لك اياهم هاي فقرة هاي طبعا معناها بالعربي جنبها عشان الكلمة اللي ما بتعرفها جنبها تلاقي معناها بالعربي مش تقعد تدور تحت هيك ارتب يا استاذ الكلمات اللي باللون الاحمر هي الكلمات المهمة اللي انت اصلا تعلمتهم فوق في قسم المفردات يعني هاي من الكلمات انت مطالب وتعرف معناها انجليزي وعربي فانا هون حتطلق يوم بلون الاحمر عشان تتذكرهم تتدرب عليهم يعني اثنين بواحد انت قاعد تدرس قطع وقاعد تتدرب عن المفردات في نفس الوقت شوف بعد كل فقرة حتطلق تمرين من عندي لانه مش كل قطع بالكتاب عليها اسئلة في هون عندك تمرين الأستاذ حتطلق اسئلة عن نمط الوزارة اسئلة بتجاوب عليها طلاب البطاقة بيجاوبوا معي طلاب اللي مش على البطاقة انا ببعت لهم الاجابات النموذجية عشان يتأكدوا من حلهم الفقرة الثانية كذلك الامر اسئلة عليها فقرة الثالثة اسئلة عليها وبعدين عندك تمرين على القطعة كاملة يعني خلص كل فقرة واسئلتها عندي الان تمرين انا اختبر حالي على كل القطعة اللي انا درستها فتيجوا بتحل هذا التمرين تدخل على القطعة الثانية كذلك الامر نفس الاسلوب فانا هيك صراحة راح ادرس القطع تمام طيب افهمنا يا استاذ كيف راح ادرسنا القطع الان نرجع للخطة تبعتنا وين راحك صحيح صفحة اربعة وين كنا احنا كنا اول شي بلشنا بالقطع حكينا باليوم اه اليوم الثامن اه اليوم الثامن اه اليوم الثامن 11 سبعة خلصنا قطعة messaging through time بعدين عنا باليوم التاسع اه شوف ديش اقول لك 12 سبعة دي اقول لك 13 سبعة تعرف ليش؟ لانه لانه راح يجي طبعا يوم سبت لانه يوم الجمعة بديك تاخد استراحة مش راح ننزل اشي يوم الجمعة تمام اعتبروا استراحة او ممكن ننزلك ورقة عمل على المفردات المهم 13 سبعة يوم السبت اللي هو اليوم التاسع من خطتنا بديك تدرس قطعة اسمها التواصل او making contact قطعة مهمة جدا موجودة في الوحدة الولى من صفحة 15 ل 19 من الدوسية في اليوم العاشر بتاريخ 14 سبعة في عندك طبعا تدرس قطعة اسمها الذكاء الاصطناعي AI artificial intelligence موجودة من صفحة 19 ل 21 من الدوسية في اليوم الحادي عشر 15 سبعة بديك تدرس في اليوم الحادي عشر بديك تدرس قطعة اسمها اللغة المشتركة اللغة المشتركة lingua franca موجودة من 22 ل 24 من الدوسية في اليوم الثاني عشر بتاريخ 16 سبعة بديك تدرس معي قطعة اسمها التواصل مع الماضي يعني احنا خلصنا اسبوع المفردات احنا هستب اسبوع القطع كل شغلة تقريبا تاخد معنا اسبوع طيب التواصل مع الماضي communicating with the past اسمها موجودة من 24 ل 28 من الدوسية قطعة طويلة كثير صراحة موجودة في كتاب التاملين بس مهمة في اليوم الثالث عشر اللي هو بيكون التاريخ يا أستاذ السبعتاش سبعة اتوقع انه بيجي يوم أربعة بديك تدرس قطعة اسمها الرسالة في بلون موجودة أيضا من 28 ل 29 من الدوسية بعدين في اليوم الرابع عشر بتاريخ 18 سبعة تمام هون بيجي يوم الأربعة هون ثلاثة يعني بغض النظار عن اليوم 18 سبعة بديك الان تبلش قواعد بيكون يوم أربعة فهون احنا نبلش قواعد تمام 18 سبعة في عندك قاعدتين بديك تدرس المضارع البسيط والماضي البسيط في طلاب أصلا عارفينهم من الصف التاسع والثامن والسابع يعني قواعد مرت معك قبل هيك المفروض انك عارفها فموضوحهم بسيط جدا إن شاء الله ما بيأخدوا معك ساعة دراسة موجودات من 30 ل 32 من الدوسية بعدين في اليوم الخامس عشر اللي هو تاريخ 19 سبعة بيجي يوم خميس بدك تحفظ المضارع المستمر والماضي المستمر present continuous and past continuous وهي صفحاتهم بالدوسية بعدين في اليوم السادس عشر بس مش راح أقول لك 19 سبعة راح أقول لك 21 سبعة ليش؟ لأنه 27 بيجي يوم جمعة خد لك استراحة يعني باقتصار استراحاتنا يوم الجمعة 21 سبعة اللي هو اليوم السادس عشر احنا الآن بدنا ندرس إيش؟ نكمل أزمنة وندرس المضارع التام والماضي التام present perfect past perfect من 36 إلى 39 من الدوسية في اليوم السابع عشر بتاريخ 22 سبعة بدك تدرس معي المضارع التام المستمر زمن واحد بس لأنه صعب خليته لحال بدك تحل جميع أسئلة الأزمنة طبعا كل الأزمنة اللي أخدتهم بتلاقي فيه تمرين بالدوسية على كل الأزمنة تمام ميكس يعني مخلط هذا الحكي طبعا بتاريخ عفوا نقولنا التاريخ 22 سبعة من صفحة 39 إلى صفحة 42 طيب الآن في اليوم الثامن عشر اللي هو بيكون التاريخ 23 سبعة قربنا نخلصها شو بيكون عندك يا أستاذ؟ انت بتكون هيك خلصت الأزمنة حلية تمرين اللي هو تبع كل الأزمنة هذا وأموري تمام باجي على قاعدة ثانية موجودة في الوحدة الأولى اسمها الأسئلة المذينة أو موجودة من صفحة 42 إلى 44 مدوسية قاعدة هاي أهم قاعدة في الوحدة الأولى وأنا متأكد رح يجي عليها علامات كثير لأنه كثير عليها تمرين بالإكتاب ما كانت موجودة في المهاج القديم هاي انتوا بس معاكم لكن إن شاء الله أنها سهلة وجميلة جدا عندك الآن في اليوم التاسع عشر وآخر يوم خلص هيك منكون خلصنا الخطة تبعتنا وختمنا بيوم 24 سبعة يوم عيد ميلادي هاي سبحان الله بيوم عيد ميلادي منختم هاي منخلص في عندك قاعدة يسمى أسئلة الصدق إيكو كواشنز إلها دخل بالكواشن تاكز يعني تابع لإلها كأنهم الاثنين قاعدة واحدة من 45 إلى 46 في الدوسية الآن انت هيك خلصت بـ 24 سبعة ختمت خلصت آخر شيء في الدوسية إيكو كواشنز هسا في اليوم العشرين انت أصلا خاتم بس شو بتسوي بتاريخ 25 سبعة بعد عيد ميلادي بيوم هاي ثاني مرة كررت لحالك افهم بعد عيد ميلادي بيوم المهم في عندك حل امتحان الوحدة الأولى على نمط الوزارة امتحان محوسب نفس الامتحانات اللي بتجيبها ستجيب لك إيها الوزارة إن شاء الله تعالى رح نزلك إياه على البطاقة بتاريخ 25 سبعة ورح يشمل الوحدة الأولى كلياتها لحتى تختبر حالك أنا ما بيكفي أختم وخلص لشوف حالي فهمت ولا لا بدي أحل امتحان على نمط الوزارة صح ولا لا إذن رح ينزل الامتحان إن شاء الله تعالى 25 سبعة على البطاقة طبعا لطلب البطاقة الطلاب المهتمين بطلب البطاقة للأستاذيات أصلا بديك تبعث هذه العبارة على الواتساب على الرقم الآتي هذا الرقم منصة وتد تتواصل معهم على الواتساب البطاقة سعرها 40 دينار شامل التوصيل بس هذا كل شيء يعني إن شاء الله هيك إني ما أكون قصرت معكم بالنسبة لخطة الوحدة الأولى إن شاء الله هاي الخطة إنها تساعدكم تنظم أفكاكم ترتب أموكم بدل ما تجي تفتح الكتاب تدرس زي الأهبل مش فاهم شيء لا هاي الخطة إن شاء الله بتساعدك تعرف انت كل يوم شو مطلوب منك تعمل أنجزت هاي المهمة خلص توقف مش حلو الواحد يدرس في عشوائية يجي يفتح الكتاب بس يدرس 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 لحد ما يزهي هذا هبل انت في عندك مهمة أنجزتها خلص تروح اليوم اللي بعده عندك مهمة جديدة أهم شيء للتزام طبعا فمن أربعة سبعة لأربعة وعشرين سبعة انت بتكون هيك ختمت خلصت الوحدة الأولى مع التأسيس كمان أما في يوم خمسة وعشرين سبعة عندك امتحان فتسعتاشر يوم ختمنا الوحدة اليوم العشرين فيه نموذج امتحان محوسر هيك أنا بكون خلصت وسكرت ملف الوحدة الأولى على الكامل لحتى نأخذ استراحة خمس أيام تمام وبعدين نيجي بشهر ثمانية نعطيكم خطة زي هاي ونوزع عليكم دوسية زي هاي ونبلش مع بعض إن شاء الله بهمة جديدة بإن شاء الله يعني نبلش مع بعض بخطة جديدة لحتى نختم الوحدة الثانية وهيك رح أمشي معكم بإذن الله طيب أهم شيء أستاذ في عندك هون عبارة حتطلق إياها تحت الخطة قرأها كويس وركز فيها يفشل الناس كثيرا ليس بسبب نقص القدرات يعني مش لأنه أنت عندك نقص أنت مختلف عن غيرك غيرك أحسن منك لا طيب ليش لعاد الواحد بفشل إنما بسبب نقص في الالتزام يعني غيرك بنجح وانت بتفشل لأنه هو التزم وانت ما التزمك مش لأنه أنت أقل منه أو مثلاً هو عنده إشي مش موجود عندك أو مثلاً أنت عندك نقص في قدراتك في إمكانياتك في عقلك هذا كلام غير صحيح الموضوع بس هو عبارة عن تنظيم وقت زائد الالتزام أي واحد بالتزم بيحط لنفسه هدف بيحاول أن يحقق هذا الهدف بيمشي على الخطة اللي هو حاطتها بيكون عنده إصرار بيكون خلص عاقد النية إنه بده يخلص بده ينجز بده يحقق هذا الهدف بوصل بإذن الله تعالى مين مكان أي شخص أي طالب فحط في بالك إنه هاي الخطة مش صعبة لكن أهم شيء إنك تلتزم فيها ما تحكي والله مثلاً يوم 18 سبعة مطالب أنا إني أحفظ مضارع بسيط وماضي بسيط ما تيجي تحكي والله خلص خليها لبكرة لا إنت بكرة بسي عندك أربع قواعد بعدين تأجل لبعد بكرة وبعدين خلص هيك فرطة الأمور فما تخلي المسبحة تفرق التزم بهاي الخطة مهمة مهمة خطوة خطوة إن شاء الله رح توصل للآخر وتحل امتحان وتجيب على معالي هذا كل شيء بالنسبة لليوم إن شاء الله تعالى موعدنا يوم السبت تنسوش بانطلاقة أول مهمة في المنهاج الجديد يوم السبت ستة سبعة رح ينزل الدرس على البطاقة درس المتلازمات صفحة خمسة من الدوسية بتاريخ ستة سبعة لا تنسى موفقين جميعاً والله يعطيكم ألف ألف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة